في حلقتنا اليوم سنتحدث عن أشهر القصص في القرآن التي حفظها الكبير والصغير وعرفها أغلبية المسلمون القصة التي سنشارك معكم اليوم مليئة بالحكم وعبار في حلقة اليوم سنشارك معكم إحدى قصص الأنبياء المباركة التي كان عليها سبحان الله واحد طلب رهيب من طرفكم والتي هي إحدى قصص القرآنية لتذكرات الأحداث ديولها بالتفاصيل في هذه القصة هدي نشوفو ظلم وصبر ومعاناة وأمل وقسوة ورحمة وبثافة الأمور سلام سلام ورحمة إلى نفسنا سلامي لك إن شاء الله تكونوا بخير وإلى خير أموركم هانية يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز نحن نقص عليك أحسن القصص فكلنا عارفين بلأن القرآن الكريم اجتمل أعلام جموعة من القصص دي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قصص دي الأنبياء لكتعود في أكثر من موضوع وهذا شيء الحكمة والزيادة العبر والعظات وتذكير المؤمن دائما بعاقبة المكذبين من الأمم السابقة زائد على أنه يبقى في حالة خشية من الله تعالى وخوف من العذاب دياله قصة اليوم هي حيث أنزل الله تعالى فيها صورة كاملة منفصلة اللي كانت تكلم عن قصة نبي الله يوسف وأبيه يعقوب عليهم السلام والإخوة دياله أولا عرفوها شوية بالصورة قبل ما ندخلوا فيها أولا قصة يوسف فهي مكية نزلت على الحبيب من بعد عام الحزن الحزن العظيم اللي حزن فيه الحبيب على وفاة سيدتنا خديجة رضي الله عنها وعموها بيطالب فحزنة كثيرا ولما حزنة نزلت عليه هذ الصورة باش تحيل ليدك الهم اللي كان فيه وقبل ما نبدأ قصة حرقتنا اليوم بغيت نقول لكم شكرا دائما وابدا على الفرصة التي تعطيه للمحتوى بشأننا وزيد القدام ومرحبا بالناس الكيمية الهائرة ما شاء الله اللي تحقوا بالقناة كانت من أننا لمحتوينا لإعجابكم وشكرا شكرا شكرا من لم يشكر الناس لم يشكر الله لنبدأ خلينا واحد شوية تعرفوا بسيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف تولد في فلسطين وانشأ في كنف وليديه هما عشرة ديالإخوة ووحدش منهم وكيلك يقول أنه هما أحدش وهو أطناش فسيدنا يوسف هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم السلالة النبوية الكريمة فكان يوسف عليه السلام مكانة كبيرة في قلب أبيه يعقوب النبي الكريم عليه السلام كانت يبغيه بزاف لدرجة أنه خل الإخوة دياله يحسدوه لهذا الحب ونزلت في قلوبهم الغيرة في واحد النهار غدي يجي سيدنا يوسف عليه السلام للأب دياله وغدي يقول ليه بلي أنه شاف المنام الشمس والقمر كما وراء أحد عشرة كوكبا كيس جدوا له سبحان الله قال ليه أبو سيدنا يعقوب باش أنه ما يقولش هادش الإخوة دياله خوفا عليه منهم حيثش هادش ما غايزين إلا من حقدهم عليه وغيرتهم مع الوقت غدي يطور الحقد والكره ديالإخوة يوسف ليه وغدي يقرروا باش أنهم يتخلصوا منه وبمرة ويبقى الأب ديالهم غير لهم باش يقول لي حبوا ليهم بوحدهم تسامبلهم حيث شافوا أن الحب نتعسيدنا يعقوب اليوسف وتفضيلوا عنهم فهو خطأ وليس من الرشد في شيء وهذا هو المنظور اللي كان عندهم فتشاوروا مبيناتهم على الطريقة الأفضل باش يتهنوا منه من يوسف عليه السلام بدون ميلومهم بهم أو لا يعرف بالفعل ديالهم فاقترحوا باش أنهم يقتلوه وهو يقول واحد فيهم لا تقتلوا يوسف وأن لقوه في غيابة الجوب غدي يكون أفضل من قتل دياله بمعنى البعيد المظلم الذي لا يعرف المهم تفقه في اليوم تليه غدي يطلبوا من الأب ديالهم باش أنه يسمح لهم بصطحاب يوسف باش يديوهم معه يدعب فرافض يعقوب عليه السلام وهنا كانت بداية الأمر خوفا ليكلوا الذئب وما سهين عليه ولكن غيبقوا معه غيبقوا ما حتى يقنعه ومن بعد غادي يخرجوا وكان معهم سيدنا يوسف وبقي غلام صغير وفنيتهم أنهم يلحوا في البيئر فعلا لما وصلوا غايت طبقوا ذلك الشي اللي اخططوا ليه ولحوا في البيئر في الآية ما جاتش ضعوه ولكن ألقوه يقولون مفسرون باللي أنه تعلق في حطرف ديال حافة البيئر وضربوه بالحجر حتى انفكت يديه من غير قامس عليه وسقط في الداخل ديالبيئر المهم نخليكم تخيلوا العمق انتعاد البير والضلام خصوصا طفل غلام فاخوتوا غادي يرجعوا لعندبهم سيدنا يعقو غادي يتفاجئ بدونكم يمثلوا عليه الحزن والبكاء على أشنق على يوسف عليه السلام وحفظوا واحد الجملة ليس كل من بكى فهو صادق والجملة الثانية ليس كل من تباكى عليك فهو معك المهم قيل بلي أنهم أرجو حتى الليل علاش باش ما تباش الحقيقة ديال الملامح ديالهم وباش يأكدوا الأمر جبدوا واحد القميص ديال يوسف ملطخ بالدماء زعم ما راكله الذئب لي أصلا في الطريق غادي يدبحوا واحد الشات وغادي يحطوا الدم ديالها على هاد القميص ولكن الكذبة ديالهم ما كانتش ناجحة من حيتاش هل يعقل أنه يكل ذئب إنسان بدون ما يقطع عليه القميص ويخلي في ذاك القميص دماء المهم إلا أن يعقوب عليه السلام ما تيقومش وقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعال على ما تصفون أجل نرجع الدباء زجيها نساعة سيدنا يوسف فمبعد ملاحوه خوته في البير قلس سيدنا يوسف عليه السلام تمكي تسنى الرحمة ديال مولانا والفرج دياله لا رقيب ولا مؤنس إلا هو غادي دوز ثلاثة أيام حتى دز واحد المجموعة من المسافرين غادي لوحو سطلة ديالهم أو لددلو في ذاك البير باش يشربوا ولما أخرجوا خرج لهم يوسف عليه السلام فرح الرجل اللي شافه ويقول يا بشرة هذا غلام يا بشرة هذا غلام وتظاهروا باللي أنه بضاعة من البضاعات اللي هما شابوها وشافوا رسولهم باللي أنه كيم تلكوه من بعد مشوا بعوه في السوق ديال العبيد بعوه بثمن رخيص للرجل من مصر وقد كان وزير المالية فيها في مصر في أصحاب الهموم تخيلوا معايا نبي ابن كريم ابن كريم ابن كريم على محنة من أشداز منها وهو غلام لا يبلغ صين الرشد وعسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم كملوا القصة باش تشوفوا اللطف ديال مولانا المهم الده معاه البيت العزيز دخل يوسف للقصر وبدا كي يكبر وبذلك نزلت رحمة الله تعالى والطف على سيدنا يوسف عليه السلام ومكين له في الأرض غادي ترعرع يوسف عليه السلام وكبر في بيت العزيز والزوجة دياله ولمبلغ أشده تفتنات به إمرأة العزيز وحاولت باش أنها توقع في الفاحشة فسبحان الله يوسف كان جميل وكانت في السلالة دياله جدته صارة اللي كان عندها نصيب كبير من الجمال ورد في الأحاديث باللي جمال سيدنا يوسف هو نصف جمال بني آذم سبحان الله إماجيني المهم في هذا الأثناء يوسف عليه السلام تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر فضل العزيز عليه وهو يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون فأعتبر يوسف عليه السلام هاد شي خيانة وغير يظلم لنفسه ويظلم للعزيز اللي كرمو وآواه في بيته عشنو دار سعد بالله من هاد الفتنة واجأ ليه باش يحصنوا منها جأ الملانة سيدنا يوسف غادي هرب الباب باش يهرب منها مرت العزيز ولكن تبعته وشداته بالقاميص دياله من الخلف فانشق في يدها قال تعالى والسبق الباب وقدت قاميصه من ضبورين ديك ساعة غاديبان زوجها العزيز فاشتكت يوسف عليه السلام إليه والتهمته باللي أنه يحاولوا أن يغويها ايوة وضغي يوصل هاد خبر الاغواء مرت العزيز اليوسف عليه السلام إلى نسوة المدينة وبدال حديث كي يدور مبيناتهم على هادشي اللي دارت ويضطح له هاد الفكرة وبغتبي اللي هم سبب هاد الفعل دياله فقررت تخيلوا قررت باش توجد صفرة من الطعام وطعيت لهم لمجلسات أعطت كل واحدة منهن موس باش يستخدموه في الأكل من بعد عيطات على سيدنا يوسف عليه السلام باش يخرج لعندهم لما ظهر لهم ورأيناه ما صدقوش الجمال دياله تلفو ومشالهم العقل واجرحو يديهم دوك السكاكين اللي كانت معاهم ما تيقوش واش هذا بشر وإنما هو ملاك يا سبحان الله قال ملانا وصفا لذلك فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم وهذا هو الهدف دياله بغتبيل لهم بالجمال دياله هو سبب فتنة دياله فلما شاف سيدنا يوسف عليه السلام ذلك دع الله تعالى قائلا قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين قرر العزيز بشي حط يوسف عليه السلام في السجن على الرغم من علمهم باللي هو بريء ولكن اعزموا على أنهم بشي حطوه في السجن مدة من الزمن بنية بشي رد التهمة عن امرأة العزيز وتجنبا لغوايتها به مرة أخرى فسيدنا يوسف غدي يتلقى بالعديد من البشر في السجن وغدي يشارع عليه في مبيناتهم بلي أنه شخص صالح صادق الحديث كثير العبادة كما أنه أمين ومحسين فهذه الفترة سيدخل الأول اللي كان ساقي الملك والثاني كان خباذ الملك فكل من هذي الاثنين شاف المنام حلما ومشوا إلى يوسف عليه السلام وعودوا له المنام وطلبوا منه بش أنه يفسرها لهم وكان الله سبحانه وتعالى قد علم يوسف التفسير ولأن يوسف عليه السلام نبي استغل هذه الفرصة بش يدعو إلى الله تعالى ويذكرهم بمولانا وبالوحدانية ديالو ودعاهم العبادة نتعمل لنا ويخلوا عبادة نتعدك شي الآخر حينها سيدنا يوسف عليه السلام غد يفسر لكل واحد فيهم منامة ديالو في المنامة ديال هذي السوج أشخاص كانت الرؤية دي الشخص الأول أنه يعصر الخمر بيده وغد يقدمه شي سيدة فكانت البشرة ديالو أنه غد يخرج من السجن ويرجع لخدمته أما الآخر اللي هو الثاني شاف أنه هز الخبز وكتكل طيور منه وفق راسه قليب لأنه غد يطلب عقاب الله وغد يبقى مصلوب إلى أن تأكل رأسه الطيور فمن بعد طلب يوسف عليه السلام من هذك اللي غد يخرج باش أنه يذكره عند الملك بأنه بريء من تومة على أساس أنه يخرجه من السجن إلا أن الفتى سبحان الله نسي الأمر وبقى يوسف عليه السلام في السجنه بضعة سنوات فمن بعد مجلس يوسف عليه السلام سنوات سوحد آخرين في السجن شاف عزيز مصر في الحلم ديالوب لأن هناك سبع بقارات هزيلات ضعاف كي يكلوا سبع بقارات كبيرات واسمانين من بعد شاف سبعات يلسون بولات خضر وأخرى مثلهن لكن يابسات والمطلب من الحاشية لباش أنهم يخبروه عن تفسير هذا الرؤية اعتذروا ليه وقالوا ليه بلي أنهم ما عارفين شي يفسروا هذا الرؤية وبلي هذا الحلم يقدر يكون غير مجرد شي خربط من الأحلام فسمع الفتى اللي كان مع يوسف عليه السلام في السجن هاد الشي حلم العزيز وقال لهم بلي أنه غدوز عليهم سبع سنين فيهن الرزق وبركة بسبب الخصب والأمطار ونصحهم باش يخبيوا من هاد الحصاد ما يكفيهم للسنين القادمة وقال لهم باش يخليوا الحصاد سنبولا حفظا له من الفساد ويخبيوا شوية من الأكل وقال لهم بلي أنه السنوات اللي غد يتجي بعدها سنوات السبع فيهن جاذب وشدة وغيستهلكوا وقال لك الشي اللي حتفظوا به من غلة السنين الماضية ومن بعد المعنى انتعهذ السبع للهجاف غد جيهم السبع سنين اللي غدتنزل فيها عليهم الغيث وغادي تخصب الأرض وتخل وغادي عصروا الناس مما يخرجوا من الأرض من زيت وعنب إلى ما آخره غادي طلب الملك من الحاشية باش أنهم يجيبوا لي يوسف عليه السلام من بعد ما في سر لها الرؤية إلا أن يوسف غد يرفض حتى تبلبرة أديلوا الناس ويعرفوا باللي أنه عفيف ومدر حتى شي حاجة إلا باش ما تبقاش نفس ديال الملك على يوسف شي حاجة قال رسول الملك هذا سيدنا يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله ما بالو النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ولما سولهم العزيز الملك هتصرفوا باللي أنه يوسف عليه السلام كان بريء واعترفت امرأة العزيز باللي هي من راودته عن نفسه ولما بانت للملك براءة يوسف أمر بإخراجه من السجن فخرج عليه السلام حينها غد يطلب يوسف عليه السلام من الملك من بعد ما خرجه من السجن وكرمه باش أنه يجعل وزير للخزينة فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكيف تشوفوه بدكي بالفرج فقبل الملك أعطاه المفاتيح دي الخزينة وهذا من رحمة الله تعالى وسمكينه ليوسف عليه السلام وفضله عليه وقدر الله سبحانه أن يكون لقاء يوسف بالإخوة دي له في سنين الجذب لما عمل قحط وزيرات السنين على الناس فخرجوا أهل فلسطين إلى مصر وما بينهم كانوا الإخوة دي يوسف عليه السلام لعلهم أنهم اطلقوا شماؤنا يرجعوا بها الأهل دي لهم فلما دخلوا على أخيهم يوسف عليه السلام وكان حينها وزيرا ما عرفوش ولكن هو قدر يعرفهم فطلب منهم باش يجيبوا خوهم بن يمين وإذا ما بغوش ما غدش يعطهم الماءونة فرجعوا إلى أبيهم يعقوب باش يقنعوه ويقولوا ليه للوزير طلبي باش أنه يجيبوا ليه خوهم بن يمين باش يقدر يعطيهم الماءونة فطلبوا سيدنا يعقوب لأب دي لهم باش أنهم ياخدوا خوهم ولكن رفض بداية علاش حيتاش تذكر أو لا تفكر أشنو داروا بيوسف عليه السلام من قبل شوية بدوك يقلبوا الأمتعادية لهم وطلقوا ماءونة وأموالهم وما يقولوا هل بهم يعقوب وبينو بلي إذا دو أخوهم غد يتزاد لهم من المؤندي لهم فقابل بعد ذلك غد يرجعوا الإخوانة يوسف إلى مصر وغد يدخلوا عليه ومعهم أخوهم بن يمين وحيتاش سيدنا يوسف بغي يخل يخوه عنده غد يهتال واحد الحيلة فأمر هدو كلي عنده باش أنهم يوضحوا الكاسم تاع الملك اللي كيشرب فيه في المتاع دي الأخي بن يمين إيوهما غدين في الخارج نادى عليهم وكيل يوسف عليه السلام متهمهم بالصارقة ولكنهم غد يبينوا باللي أنهم ما صرقوش حيث ما مفرصوا موالو ويقول لهم باللي الصارق غد يقول اللي عبدا عند الملك فلما قلبوا الجنود في المتاع ديالهم القوا الكأث في متاع أخيه بن يمين وهو يخلي يوسف عليه السلام عنده جزاء الصارقة دياله غد يرجع يوسف إلى أبيهم وقالوا ليه بما حصل وغد يطلبوا منه باللي أنهم على أساس أنه يتيقهم يمشي سوى القافلة اللي كانت معهم أو ليسو القرية اللي كانوا فيها عن صدق ما قالوا ولكن ما صدقهم صبر جميل عصى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم سيدنا يعقوب غد يحزن حزن شديد وبكى حتى فقد البكاء النظر دياله ولموه ولاده على كثرة ذكره اليوسف عليه السلام سيدنا يعقوب غد يسلم أمر المولانا عز وجل ثم غد يأمر ولاده باش أنهم يرجعوا لمسر ويقلبوا على خوتهم يوسف وبنيامين وقال لهم ألا ييأسوا من رحمة الله تعالى أطاعوا أبيهم وخرجوا إلى مصر مرة أخرى غد يرجعوا إخوة يوسف إليه كما أمرهم أبوهم ولم يدخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين غد يتلبو باش أنه يتصدق عليهم ويرحم ضعف ديالبهم ليفقد بصر ديالعينيه من الفراق أبناء دياله والمهم من البعض غد يعرفوا بلي أنه يا دك هو أخوهم يوسف عليه السلام وغد يتلبوا منه الاستغفار لهم وغد يقولوا ليه فقال هذا سيدنا يوسف عليه السلام لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيمين الله سيدنا يوسف عليه السلام رجع لأفعال كل الجهل ديالهم وظلمهم من الأنفس ديالهم من بعد غد يعطيهم القميص دياله وغيطلب منهم باش أنهم يرجعوا لعند باهم يعقوب ويلوحوا القميص على الوجه دياله ويبشرهم باللي أنه خد يرجع ليه البصر دياله فلما رجعوا حسبهم بريح ديال يوسف وألقى البشيرة القميص على وجه يعقوب عليه السلام فعاد له البصر دياله سبحان الله وطلبوا من الأب ديالهم سيدنا يعقوب الاستغفار لهم على الفعلات ديالهم وخرجوا جميعا إلى مصر ليلتقوا بيوسف عليه السلام ولما دخلوا عليه سارعا إلى أبويه وأمنهم من الخوف والقحت واحتهم بجانبه على العرش أخوته سجدوا له ولما رفعوا رؤوسهم ذكر أباه برؤياه من قبل ويحمد الله تعالى على ما أنعمه عليه من الحرية والملك وباللي أن مولانا صلح ما بينه وما بين أخوته وهذه هي قصة حرقتنا اليوم جميلة ورائعة وكانت مننا تكون نالتيجاكم فالقصة يا سادة يا كرام لي عودت لكم مليئة بتفاصيل مذققة ومذكورة ولكن غير أنا حاولت باش أنني مختصرة فهي ذكرت لنا يوسف الإنسان وليس يوسف النبي قصة نجاح وكفاح طفل صاحب 8-9 سنوات وهناك من يقول 12 سنة لتمتحن في كل مرحلة من الحياة دياله وعلى هذا يقول الإمام قرطبي وغيره قال هذه الصورة تسمى بصورة المحزونون ما يقرأها محزون إلا سرية عنه بمعنى أي واحد مصاب بهم أو لكي شعر بحزن إذا تتأمل مزيان فهذا القصة نتاع يوسف وعاش الأحداث دياله والألام دياله اللي عاشها يعقوب ويوسف غد يشعر بلي أنه مشي ببعده لأصابه هذا البتلاء وأصابه الهم أو لحت الحزن وأخيرا العبرة من هذه القصة قصة يوسف مليئة بالعبار والمعاني اللي كتعرف اللي كترفع من المسة والإيماني والأخلاقي وارتكزت على ثلاث محاور أساسية ثقب تدبير الله الصبر للمصيبة وترك اليأس فكيتوك العبد أعلموا لنا وكيعرف بلي أنه كل ما كيوقع عليه في حكمة قد يعلمها وقد تخفى عنه نتمنى أنني كنت وصلت لكم هذه القصة بسلاسة وعطيتها حقها في السرد وكدائما وأبدا يا أحباب قلبي ما تنسوش باش أنكم تدعموني بلايك وما تنسوش أنكم تشاركوني حتى العبر اللي قدرتوا تستفدوها من هذه القصة وما خدرتش نذكرها لكم بشاركوها ليا في التحت في التعليق كدائما وأبدا فارقوا علي ذيك البوتن ديال لايك بلايك لايك شكرا وكانتمنى أنني كنت خفيفة لو قلوبكم تلقوا في حلقة مقبلة سلام سلام